اصدقائي السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير ولا خير هذا الدرس ان شاء الله قدرت لكم واحد امتيحان امتيحان من قدرنا نقوله تجريبي اللي كيقوله وقدر يتحط انا ما تنقولش غير يتحط ولكن ممكن يتحط ولكننا نحن نحن نتعامل مع الاسئلة ونجمع انقيطات لان انا قدرت لكم درس قبل يعني كيفاش تعامل مع الكمبريهنشن وسمحوا ليعفاكم اللي كان الصوت في شو فيديو الصداع كما قلت حطيت لكم كيفاش تعامل مع الكمبريهنشن ودجرينا نحط لكم جمواتي مهم من الاللين لرنين في الادفنتاج وديزدفنتاج نتمنى تشوفوه زائد الكورونافيروس راكين عندكم جمواتي انشائية هذا الموضوع هذا جبته جبته لانا كنقوله يقدر يتحط ولكن نحن نشوفه كيفاش نتعامل مع الاسئلة دياله اللي هو الاللين لرنين اول حاجة غدين هالدرس هدا بغيت ندوي على جوجة الحوايج الجانب الاول نصحه الفرد يعني امتيحان وجانب الثاني غير كيفاش جيب النقطة ديالك المعدد ذيرك ولو انك تكون اسمح هذا التعبير هذا بين قوسين تكون زرق في الانجليعيين جيب النقطة ولكن يجب انكتب معي اول حاجة نهار الامتيحان انا كندير مثلا نبدأ باول حاجة نهار الامتيحان كنشوف بعدها الورقة ديالي اول حاجة غنشوف شنو عندي عندي الكمبيهنشن فيها 15 كل شي تعرفه وعندي الانجواج فيها 15 وعندي الرايتين فيها 10 عفون 15 15 10 هي 40 شي ما تهم ليش اول حاجة نهار الامتيحان غنشوف باش ضمن انك تكونسطر على الاجابة حاول تبدأ بالبارث ديال اللي رحم لكم الوليدي كنا مزاوج في المهمة ديالك عافاك بدأ باللانجواج عافاك بدأ باللانجواج ديالي خاطري في رادي ما تبدأش بالكومبيهنشن ما تبدأش بالرايتين كنت في الانجليب مزيان لا يمكن ان تبدأ بشي ما تريد ولكنك كانت من الدراج اللي تخوفه يبدأ باللانجواج ستقول لي علش كتبت هذه الاسعار وكتبت بلانجواج الدراج في القواعد انا نهار الامتيحان فاشغاندخل سوف اضجر في الدماغ ديالي حطلت الامور سوف امتحنوني في الاسئلة ومتحنوني في الاسئلة الانجواج ومتحنوني في الانجواج الانتاج الانتاج هو القواعد زائد المعلومات الشخصية اذا اول حاجة اللي يضبطها الكل اللي تكون منطقية هي الانجواج انا بلا سولتكم مثلا قد لكم جزائجو سوف تقول ليش نوال السؤال البالد اه لان جزائجو الجواب دياله بين اذا احتى هنا في الgrammar يكون عندك اللوجيك مثلا هي اعطاك speak يعني من غيبالك اللوجيك وغادي تجاوب اللوجيك سوف تفتح لك شهية تجاوب نهار الامتيحان هلاش تقول لكم انا بدأوا بالانجواج تقدر تقول لي اما قادر انكمل كل شيء اوكي بدأ بجر اسئلة ثلاثة فاشتلقها يتحدث بتحبب يتحمل البحر hai مختلفة تاكي تكلم الطب gan صارعه بل تمشي الكمبرحين عن كما نمشي الكمبرحين شدت lamguje اذا لماذا ما اقرأكوا بالموضوع سوف نصوح عنهم ذا ندخل في الموضوع عندما نمشي الكمبرحين نقر ذا この الذ nurา عن التقرأة وذا نقرأ التقرأ التقرأة خدار فكرة ومن بعد اقرأ اسؤاللüm لماذا نر exhaust immerse الحمد لله إذن هنا ستستطيع التجاوبي على الوصول انطلاقاً من الوصول ستقول لي اوكي ستقول هذا هذا وإذا لم تضع الموضوع عنده علاقة بالوصول يعني الذي يكون في الوصول سأقول لك ستكون ما يسمى بتخوين الـ يعني تشفر هذه الكلمة بين قوسين ستخوين الـ تشفر الـ حاول تكون لس محترف هذه اللحظة ولس إيجابي ليس سيلبي بمعنى أنا هنا من هنا من الوصول من الوصول هدو أمور تقنية كيدرها الناس اللي مزيني في الامبليك كيدرها الناس اللي يخدمون مزيلاً ولكنتم ما ما عارفينهاش أول حاجة هنا هنا بالنسبة لي أي تكست حط له سنقدر نخدم في الـ أولاً غنتهنم من الـ هاو ما عندنا هنا كان الـ ثانياً غدي ناخد ناخد من هالتكست هدكي في مكان ثالثاً غدي نشوف اللي يساعدوني نكتب لأن شنا هو أصلاً هو يعني 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 هاو عندك نص ديالك في الـ إذن اللي تيخليكم نجيبوش مزيان هو ذاك الخوف من المتيحان وأنك تبغيت نقول وداخل خيف أنا تشي بغيتك تحييده ذنك حنا فهمنا أول حاجة نبدأ بها هي اللانجوج تاني حاجة نبدأ بها هي الـ اللي بغيت نكتبوه نقرأ الـ ونشي نخدم في الـ اللي بغيت يخلي الـ هو الأخر مالي اجتهادك مزيانة لأنّ بالنسبة الـ تنقوله ما هي الـ معلوم الـ لأنه يأخذ لكم الوقت يجبوك الوقت لنتيبوك بالـ سي człتاكرة ثلثي لأنه سوف نفهموا عن الفكرة تلك الدماغتهم وسوف نقول فهمتوني بها سوف نقوله أول ما نجيبو تصديق الورقة استطيع موضوع أنا نهاراً كنت مدخل لكي نستمتع في الحصول مددخل حتى نستمتع باستطيع الحصول يسمى الحلول هل يستمتع في الـ لا أنا دخل حتى يمتعني هنا أجل أن يكون إليهم أصلاً بمعنى كيف يكون إليهم؟ هنا أجل 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 الحواج أول شيء أخذ قلم الرصاص لي قلم الرصاص نتمنى أن يكون لديك قلم الرصاص و تبدأ تقوم بما يسمى حيث لدينا تكنيك ذلك الريدين أعرف أن يكون ذلك مفيداً في الأنغلي لدينا سكانين سكانين أو سكيبيين لذلك نقول إما تخدمون أنتم أغير بسكانين وسكيبيين ما هو سكانين؟ تقوم بقراءة أغيب عينك كي تسكانه سكيبيين هو الذي قادر يكرا ويسكيبيين هذاديك مفيد نفر unsp��� وداخل ما هذا Totem يعني أن تخذ وقت البلاد في هذه اللحظة تخريف تعالى ونريد مشاكل تخطي لاحظ quantity ونقوم بتكيب ونقوم بتدريل المهوض ونقوم بتدريل المهوض في جميع الأحوال وقت مقاد يمكن العلمية أن يقول انه شجده وعضناه وكو بأنه القلب والأدابية يقول انه إذا قلت نريده أصبح يصبح الأفضل الفكري صرير كل شيء يحاول أيضاً نفس الهدف يجب أن نصيده أول ما أردت الورقة لدينا، أول ما أردت الورقة لدينا سيدي، أخذ قلم الرصاص. صعب؟ مزيد. عندما أردت الورقة لدينا، سيأتي بشكل شيء، الموضوع ليس لديه عنوان، ولكن أردت أن هناك خمسة للفقار. هذه جدًا عين في الأنجلي سمعونها التعبير، هذا سيعرفها. نقول له حساب حام فقراء، يقول له إنس خمسة، إنس خمسة، إنس خمسة، واحد، جوجة للتعرفة خمسة. هذا، لذلك يفرض أن كل شيء يعرفها. لا يمكن أن نقوم بقيمتكم، لكي تفهموا الفكرة، كيف يمكن أن نوصل. هنا لديكم شيء تصاور. أول ما نرى هذه الصورة، هذا ما يبدو في الأنجلي سيقول النص، إما تدوي على تلامت، إما تدوي على الإنترنت، إما تدوي على الإنترنت، إما تدوي أي شيء، شيء عند علاقة بالتعليمات، كل ما يريد له هذا الشيء، دراري يقالسين في القاسم، وأستاذ والتلميت يخدم في البلسة له. إذا، أنا أضعت في الـ context ديري، يعني دماغي، برمجته أن النص يظهر على شيء عند علاقة بالتعليم، وهذا العين في الأنجليات الدراري، إذا، هنا الهدف ديال الصورتين ليس هو هو باش يزوقنا للنص، هو باش يعتوي على فكرة على النص. ثاني حاجة، الذي يكون تبارك الله مزيئ، يقوم بغير في غير في غير في غير في السورس، يقرأ على ما يدوي، هذا هو يعيونك هذا. e-learning industry، أنتقرها، كتعرف أنه يظهر على e-learning، يعني e-learning هو فريق electronic learning، هو التعليم، يعني يعني عن بعد، ولا في الانترنت، لا يهم من أش ترجعهم. طبق، مزيئ، أخذي تفكرة. أول حاجة، أنا كنقرأ النص ديالي، هنا ضربت النص ديالي، قرأت كامل، أوكي، قرأته، مني كنت تقرأ، كنتمشي لأسئلة ديالك، أنا أقول لكم باش تعمل مع الأسئلة، ولكن نقبل من الأسئلة، غنقرأوا النص ديالنا. أول حاجة، غنبدأ، كنقرأ، أول حاجة ما كنقرأ، كنقرأ الجملة الأولى والجملة الأخرية، الجملة الأولى والجملة الأخرية، الجملة الأولى كتبت لنا هنا نغي كنقراه كنعرف بأنني كنهدر التعليم عن بعض أو كنهدر و كيدويلي الفقرة يعني كيدويلي النص على أنه مفاعل كيما رسوه الناس و كمشي الفقرة الأخرية كنشوف الجملة الأخرية عندك حل تقراها من هنا إلا بغيتي و عندك حل تقراها من هنا من النقطة للي عجبك و كنت مزيان فرنجلي تقراها من هنا ما كيهمناش نغي نقراه هذه من هنا من الconclusion In conclusion, online learning should be seen as a complement and extension of classical forms of learning Not even the best online courses can fully replace the personal contact with the teacher or the human relationships that develop in group So traditional classes shouldn't be replaced with online learning سوف نقراه هنا سوف نعرف بأن النص كيدوي على classical يعني teaching و learning و كيدوي على e-learning يعني تدريس في القاسم و التدريس في لانتالي إذن هنا مئة بالمئة عرفت على ش كيدوي النص لديه كيدوي على الفرق ما بين تعليم تقليدي اللي هو في الكلاسز و التعليم عن بعض إذن سوف يبقى لك هذا الparagraph 2, 3, 4 مئة بالمئة الparagraph الثانية كمدخل والأخر ذيالها والأول ذيال الparagraph الثانية سوف يكون advantage والparagraph الرابعة سوف يكون في هذه advantage يعني كنخذره على الزفونتاج سوف يكون يبقين هاليا نقراه ناودي الزاوتي بمور و مور براكتيسة مني ترديشنال الparagraphs started to share their courses online for free قاعدوك للفاكولتي بدوك يبرتاج يسمح لي الترجمة كين مشاكل فيها يلغلتها كف ترجمة في الدريجة كنعتدر مكالقاش كلمة لغة عربية الفصحة يعني مجموعة من الجامعات ذات كات بارتاجي يعني الدروس بشكل مجاني إت هذي مهمة هذه الكلمة هذي يعني دراسة إسلامية يعني دراسة إسلامية يعني دراسة إسلامية يعني علم إنسانية يعني such as psychology يعني علم النفس and sociology or history يعني المجتماع والتاريخ يعني هنا كيقولنا أن الدرالي بدوا يقرأوا يعني فلافاك يعني يقرأوا القانون يعني كيوضلوا المحاسبة كلهم عن طريق الـ online learning يعني online learning is a great alternative هذي مهمة بزاف هو حل بديل ورائع especially خاصة بنسبة الناس لما كيقدروش أوكي cannot afford time and money ما كيقدروش يوفروا الوقت و الفلوس to take personal course بس يأخذوا يعني دروس خاصة هنا بدأ عندنا علاج غادي ندويه but what are the advantages and the advantage of online learning ولكن شنو هما لزافونتاج يعني الإيجابيات والسلبيات تفهمنا مزيان؟ وللأ الأمور مثلا اللي كتكون أفونتاج أو دزافونتاج هنا شنو عندي أنايا عندي الparagraph غاديوا على advantages وال disadvantages واحد الجهة اللي هي مثلا كوطي فيه إيجابي أو كوطي مثلا سلبي هاد الموضو هذا الدرالي غيفيدكم حتى نهال المتحال اللي أعطاوكم في الـ writing تكسب على الـ online learning إذا نشوفوا والسؤال ماشي بالضرورة تطرح ديميل لا بغيتكسبها على الامتحال لأن الامتحال كتبغي بـ paragraph حيث هذا كما كتشوف معي على شكل كيكون article ولا إيه سعي إذا نحنا فهمنا الـ paragraph الأولى على شكتدوي paragraph الثانية قالينا although many people still consider traditional universities as the great way to achieve knowledge and get a diploma الناس كلهم كيقولوا بأن اللافاق والتعليم يعني التقليدي هو الحل الواحد باش تاخد diploma online learning proves to be great alternative يعني الـ online learning بدك يبيين وكي وضحنا ولا كي يبرهننا على أنه ولا بديل جيد دونك تلامد okay have the chance to study in their own time وكي بدوا يقروا بطريقة ديالهم في الوقت ديالهم يعني اللي يبغوا and especially for free وكي يقروا فابر وطبيعة الحال مزيان it represents a great way to study many files and it represents a great way هدي كتبيننا واحد الباديل اوكي مزيان باش يقروا مجموعة من اللي بانش يعني files okay and to boost the level of self motivation تبوسي انك كتفعل ولك تنمي القدرة ديالك والموتيفاسيون ديالك كتطلع منه online learning is an effective because هو effective فعل علش ان التلامد يقدروا يكملوا يعني الهومورك ديالهم quickly تمارن ديالهم والدرس يعني تمارن الـ exercise يعني تمارن الـ exercise يعني تمارن الـ exercise نحن لدينا هنا نمبر ثوي احنا احش ندرنا هنا فقط عطينا دور ديال online learning بدينا به ك-advantage and access to all resources of a traditional course helps participants learn whenever they are اوكي انا باش دخول ديالك traditional course اللي قلنا ديال تعلم تقليدي ممكن يساعة تلامد يقروا في مكانه اوكي لفين دم the freedom of choosing انا advantage the time of study وقلنا freedom of studying كي اخد الوقت اللي بغيتي باش تقرابه with basically an internet connection فقط توفر الى انترنت يمكن لك تحضر مجموعة من الدروس من بين هاد الادفنتاج ها هي عندنا هاد مهمة بزاف من بين هاد الادفنتاج of online learning there are the responsibility responsibility and self-discipline مني تنقوله discipline هو الانضباط الداتي يعني التميل كيقوله منضبط كينا مسؤولية انضباط هاد شي كيقوله هما هنا غادي نمشي وسيدين نمبر فور نمبر فور قلنا however هادي however هادي link in word تقدر تعوضها بمجموعة من الكلمات ولكن حسب سياق باش تلميذ ماينساقش يعني في المعنى ديالها however ومع دالك تقدر تكون احتيات only in a small group a person can develop properly يعني في واحد العدد قليل ديالناس ممكن ان الشخصي نمبر فور at school بالنسبة للقاسم هنا traditional كنظروا at school دابا student learn how to make friends يعني في القاسم ولا في مدراسة كيف اجدر دزامي باش انك تكون يعني انسان اللي هو patient اوكي سابور get rid for example of this appointment and especially to campus وكي يكون عنده واحد قادية ديال المنافسة اوكي مني تنقوله منافسة يعني في القاسم ما يقدر التلميذ انه يكون تنافس لانا مني كتكون physical مني تنقوله احنا physical learning ماشي هو for example learning نخصنا نفعنا فور القادية هذي كان فرق كبير ما بينتهم لانه مش نقالي وي ناجلنا لانا التلميذ هنا بالنسبة لنا get rid of his appointment يعني كيتخلص من خيبة الامل and especially to compete تنافس ما بين الاصديقاء can be very stimulating ولكن في ال online learning cannot offer human interaction ما كان تكونش واحد interaction هنا ما كان تلاقوش physically another disadvantage لابقا نهضر على disadvantage شو ما يع refer to the fact that online courses cannot cope the thousands of students that try to join this course ممكن شو قاعد دراري مثلا ميقادي الكلام اللي غايدخلو مثلا القاسم ما يقدرش كلهم التحقو في مرر دون غايدكون مشكيل also online learning can be difficult ممكن يكون صحيب علاش if it means for disciplines that involve practice خاصة لابقا نهضر على الانديباط اللي خصو من بعد من نخصو practice يعني دون كخاتمة in conclusion شنو كالقاو online learning should be seen as a complement and extension of classical forms of learning not even the best online course can fully replace the personal contact with the teacher or the human relationships that develop in a group so traditional classes shouldn't be replaced the online learning إذن في اللخر رغم كل هذا ما يمكنش أن ال online learning يعوض ما يسمى بالclassical classes ولا traditional classes دابا هذا هو النص دينا دابا غا ندوز ال Comprehension باش نوري كيفاش تعامل مع ال Comprehension انتراقا من الأجوبة لهذا النص اللي شفنا دابا أوكي ان بعد ماش من النص دينا ديجا قرينا النص يعني وفهمنا النص اللي شكيدوي عرفنا وكيدوي على online learning دابا ندوز ال Comprehension ال Comprehension لنا 15 نقطة اللي كيخسكم تعرفوا ال Comprehension أن كل سؤال يعني اللي يقدر ينفعك أنك تجواب على السؤال آخر يعني كل سؤال عنده علاقة بسؤال آخر ستفضل منه السؤال اللي عندنا choose the best title for the passage هنا قلنا the best title ما قلنا هو the title يعني بطبيعة الحال هنا عندنا A, B, and C هذوب ثلاثة بهم يقدروا يكونوا عناوين ولكن هنا ستختار أحسن عنوان ولمفضل عنوان اللي هو the best one لأن نشوفوا معي السؤال لأن نفهم السؤال النس في الجواب هنا فش كي يجاوبوا الدراري كي يقولون ناقلت A اللي رأي عند B اللي أخر عنده سنة وكتمشي التاكس وكتعرف شكون هو the best title from the text OK هنا بطبيعة الحال أول واحد Online learning in Morocco وعدنا The advantages and disadvantage of online learning المزايا والعيوب ليا online learning وعدنا The importance of classical learning هنا بالنسبة الأحسن عنوان سيكون هو B لماذا أن النص كي يدو على advantage and advantage of online learning لك اللي بات نوصل لكنا نهال المتحان وكي يهمنا الجواب هنا هو مفاش يقول لك choose the best title for the passage best title ماشي choose ولا for example give a title حتي يقدر يقول give a title تتعطي عنوان الله علم المتحان هذا ولكن تقرأ the best title لك تقرأ التكس لك تعرف لك وما كي يدو على online learning المراكو وما كي يدو على importance of classical learning يعني قصينا الدور online learning قلنا الجواب وبي فكالمش يودر لهذا نوع السؤال الموالي ه this statement true or false justify هنا نقول واحد القديم هنا ستقوم true false صحيح والغلط لك السؤال يقول are this statement true true false إلا قلنا المتحان are this statement true or false بلا justification كتدغير true false سمب ما يمزين ولي قلنا are this statement true or false justify false one كتدغير true or false وكتدغير غير الغلط ولي قلنا are this statement true or false يعني correct or yeah correct the correct one مثلا الله علم مهم اللي غيرتك هو تدغير لحسب السؤال هنا بالنسبة هنا are this is true or false justify justification كتكون true or false ولي قلنا مثلا justify okay the false one كتشوف false one سؤال هنا يقول لك وشي قدر يعطونا false false وكل شي true true هذي قدر يكون true وممكن false هنا نقرأ سؤال لولادنا online learning does not require much يعني online learning ما كيوفر ما كيطلب بزا دي الفلوس okay هنا بالنسبة لجواب دي نشي بطبيعة الحال النص وكن نقلب على response في النص دي لي لأ لأ نقلب على ما يسمى بالkeywords يعني الكلمات الموكلة الكلمات التي تحاول تعطيك response حسب النص هنا من نقول does not require much money يعني ما يطلب الفلوس هذا غيكون true لأن نشتنا في النص online learning is almost free ما غرجاش للنص باش من ضيعش الوقت in online learning you can learn only at specific times هنا بطبيعة الحال هذه غتكون false لأن in online learning you can learn whenever you want هجودي الأجووبة غدي يساعدونا في سؤال تركزوا معي مزي هنا online courses can replace classic learning تدريس عن بعد ممكن يعود التدريس العادي طبيعة الحال هذه false مع مرور يعود online learning can never replace schools and classrooms هنا نكون جوابنا وعند نقطة نقطة ونص نقطة مضمونا غير ما ترتيب true ونص ونص سيكون 50 points من الأحسن نحاول ركز عفاكم هنا طريقة البناء في السؤال بمعنى عندما يقولك answer these questions هنا نقص نقول واحد قضية مهمة هدو الدراري عندنا مهمين اللي يتسمون WH questions بغيتكم تركز مزيان شنو نقص WH questions لانه هدو هما المعايير والأمور التي تجعل ك تجرب هالممتيحان بطبيعة الحال لقيت ما يسمى why عرف أنك نقول لماذا what ماذا when متى where مكان how who who للعاقل يعني من which من للغير العاقل بمعنى إلا كنسؤال عندك الدراري بواي غادي تدير because في التوضيح إلا كنسؤال هنا بواي كيطلب منك because أو لك تدير السبب يعني so as to لك تدير السبب للهدف أو للغاية في الجواب إلا كن عندك سؤال كيبدأ ب how كتكون buy أدرب مثلا how وإلا كنسؤال عفو عندك how many طبيعي الحال الإجابة دائما تكون بذكر العدد number إلا كلمة تفيد العدد طبيعي لدينا a lot of several several or a lot تعني several of you إلا كنسؤال كيف بدأ when الإجابة تكون باستعمال ضرف زمان يعني تحديد زمان حدود شيء يلي هو time مزيان هنا بالنسبة true and false تقرم زيان الجملة وتركز في الفكرة باش تقدير تلقى la réponse وديما هنا واحد قادية justification بقى تدير between quotations سؤال what is the main advantage of online learning كترجع للنص ديالك وقت تلقى la réponse the main advantage of online learning is studying whenever you want and for free how many courses can you attend online learning عند الوقت بش ترجع سأخذت من هذال key words main advantage of online learning courses you can attend وانا بشي لنص تلقاهم where are students are able to campus يعني فين تلامدي قدرية نفسه وطبيت الحل الجواب بين هنا يكيد نفسه في المدرسة اذا نقول students are able to campus at schools هنا كاللحد ان هاد السؤال ثاني عاوني باش دير سؤال ثالث هنا سؤال الموالي سهل هو fill in blank with the word from the text هتعمر الفراغ بكلما من نص تقلب وتلقى هاد الجملة هاد الكلمة هاد كلمة اللي مور منها هنا online learning is a great of classical learning هدي كنا شفنا ديجا هنا alternative responsibility and self discipline are هما شنو هما خابية advantages of online learning online learning is not mean of disciplines which require شنو كيتطلب practice يعني خسيك practice هاد النوع هاد شنو بغي وصلنا باش من ضيع شك موخص ميكوش للفيديو طويل غات مشي للنص عندك وكتقلب على هاد الكلمات الجملة وكتلقى الإجابة هاد find in the text words that mean almost the same as يعني تقلب في النص على كلمة تعني إلا مشينا مثلا نغي example big paragraph number 1 هنقلب ه لشن هو الصين المدين بيجان هنقلب 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 همكتوب هنا هايا started هنقلب started هنقلب 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 words in the text refer to it and day إلا مكعود هات كلمات اللي احنا مسترعين لهم ولا involved إلا مشينا مثلا it ها هي okay إلا مكتعود طبي إذا هنقلب 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 nowadays online learning turns out to be more and more practiced many traditional universities started to share their courses online for free it represents شكون هي اللي it represents خابية online learning إذا الجواب هنا دي it هو online learning بالنسبة day عفوا بالنسبة لدي عندنا هنا an access to all the resources of a traditional course helps participants learn whenever they are دونك هنا day كتعود ل participants باش ميكون repetition كنديرو pronoun هكدا هنكون سالينا هاد السؤال هاد وضمن وحد المجموعة من القاتل هنا نرى 3 4 5 6 7 8 11 12 14 14 لديك 15 نقطة ديالي لا نضيع 15 نقطة لا نضيع سمحوا 15 نقطة لا لديك نقطة هنا سيد نقطة هنا ليس لديك جوج هذا يقول العنجلي صعيبة سيد هنا 1 3 سيد 1 4 5 6 سيد نقطة هنا سيد الله بارك عليك إذا لا نقطة فقط نركز جيد نضيع نضيع ونحاول بعد نقال إذا نحن لديك 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 سؤال بين with appropriate verb from the list هذو هم الزو هنقلينا بزيف الزو 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 هنا الدراري كيف تنجح لديك أبجد سمحوا لديك سوف يختار ويطح هنا يكون ضابط ويفهم ويفهم ال context هنا سوف يفهم من context قالوا أنا too tired to cook let's just وش take off أو calm down أو eat out هنالتبعي تحمل نفس جميع البطر أتبقى لي اتاوت و تيك أفففا هنا تدوجوج غديبقى لي احدى للي عندها منطقيا هنا نظروا إلى شئ حاجة للي عندها علاقة اطبقه مهم ها أخذ هاد الفانسي كار هاد السيارة زوينة واش غيكون reach ولا يمكن reach ولا ممكن ش يكون reach هنا بينه must وهذا must model verb كتعني necessity ولا شي حاجة urgent دونك هنا غنقوله must هاجة نقيطات فابور ما فيهمش الهضراء هنا واحد القادية مهمة الدراري فاش يعطيكم put the verbs between brackets into the correct tense يعني غتحط الverb غتحط الverb لطن كيكون فينا بل يعني لطن اللي يخصكدير هنا كيكونوا expressions لكيبينوا ليا هنا هات جملة هدي غدي نقرأوها غنقرأوه ببارغراف ونفهمه yesterday I see a really nice movie before I go to bed yet I did not finish the movie so I will finish it tonight and by tomorrow I have ولا sorry ما نجاوفش دابع I watch it دونك هنا yesterday وعنا see وعدنا جاو هنا الدراري غدين دلوا ما يسمى بالعلاقة ما بالpast perfect والpast simple يعني لغيقونس هنا غتكون عندنا سمحوا لي I had seen yesterday I had seen a really nice movie before I went هنا اللي قال لي لش درت هنا يا I had seen عندي yesterday حيث منك تكون عندك before في الجملة طبيعة الحالة اللي كيكون قبل كيكون past perfect دونك هنا past perfect هديك سبا قاعدان past perfect plus before plus past simple لان الحاجة اللولى اللي درت أنا اوكي حاجة اللولى اللي درت هي أنني تفرجت للفيلم عاد مشيت الناس لان تشيلش درنا هنا past perfect لانا كي تسمى the old past ولا the past ولا the past ولا ما دي البعيد دونك هنا تفرجت عاد مشيت الناس وكينا حتى after ما نخرباكم شبيعا دونك نتكتب عندك past perfect before past simple I did not finish the movie so I will finish it tomorrow يعني tonight دونك ما ساليش الموفي غادي نساليه اليوم and by tomorrow هاد باي مهمة مني كتكون انا by tomorrow by the end كان دلو الفيuture perfect اللي هو will have yeah will plus have plus past participle دونك أنا نقولو will have watched it I will have watched غادي نتفرج له دونك حقدار نكونوا سالينا سؤال تاني بسيط ما فيش تشي مشكي اوكي اهنا مني نعطيوك هاد put the verbs between brackets in the correct tense كرج رد البال ولا كرجع البال ديالي كديما كانشوف لأكسبرشنز ولا في التايم اللي كعطونا إكسبرشنز بلشي ساعدوني اشمنتو غنديا الجملة الموالية عندنا ولسه الموالية ثلاثة rewrite the sentences beginning with the words given اوكي rewrite the sentences beginning with the words given كعطو كلمات بادين هنا بهم وخصك تدير لغاقبانس اي عندنا جامل we asked the jury to change this topic yesterday we asked the jury to change this topic yesterday هنا غنديرو reported speech لماذا report speech حيث عندنا اول حاجة لكووتيشن وعطينا جامل said that جامل said that هنا مني غن بغن بغن نشانجي بطابعة حلان الرأيو ولا غن شوفوا ثلاثة الحواج مهم مين نخصنا ردو لهم البال اوكي كما قلت هنا كاردو البال للverb اوكي tense وكاردو البال لها دي غت شانج وهاد expression دونك انا غترجع جامل said that غن نشدو هد said اوكي كما اللي قرأ report speech ربين دي هد asked لانا past simple كيرجع past perfect دي هد asked the jury to change that topic دونك this كترجع that demonstrative تهي كتشانج دونك هنه yesterday ما غتبقاش yesterday غترجع the previous day دونك غنقوله جامل said that اوكي he اوه for example sorry they had asked the jury to change that topic that topic the previous day هنا عدنا ما يسمى بالpassive voice دي جاشفناها اسما اوكي will give his sister a nice gift for her birthday هده اعطينا active وهنا عطينا بطبيعة حل future والقاعدة future هنا هي will plus be اوكي ركزوا اعطيكم plus past participle اذا هنا اسما السيستر will be دونك past participle دي الرب to give هو give لأن هذا regular verb غنقوله اسما السيستر will be given a nice gift by اسما for her birthday هكذا نكون سألينا هده هنا الدريل اللي عنده مشكل بالنسبة report special or passive voice وخاج نقاط غلط فيها مشكل المهم انت حاول تربع لنقاط الخرين يعني لانك عندك مشكل نسا هاتش هنا عندنا join اوكي يعني اتربط ما بين جوج ديال pairs and sentence blink word نعطينا fc barcelona lost the game fc barcelona showed fair play لعب العادل هي طبيعة الحال المهمة انها خسرت الج ولكن بينتها لواحد اللعب عادل يعني نعطينا despite بالرغم هذه مهمة هنا فاش كتكون عندنا كتكون في اللول اندر despite بمعي مزي despite losing the game وكندروا كاما fc barcelona showed fair play غنه despite losing the game كاما fc barcelona showed fair play بالنسبة للمولية عدنا the research teams stopped the project point ولا full stop the research teams lack money لاش موقف البحث لاننا ما عندهم مش فلوس دون كنا therefore حيتاش دون كان غنديرو therefore غتجي في الوسط بمعنى غنقول the research teams lack money كما بدأو بهذي the research teams lack money therefore وكان نديرو كاما they stopped the project غنعود the research teams lack money therefore full stop نديرو كاما وغد نكتب من بعد they باش ما نديرش the research team باش ما يكونش عن their repetition they stopped the project كان نعود هذا تقدر تجيب في نقطة ديالك علمش غد نضيف حالك يعني هنا الأقل نجيب نقطة ديالنا هنا أعطينا correct the underlying mistakes هذا الشيء اللي شفنا في حال هذه اللي شفنا في الأول هما معودين لك هنا غدت تعال فقط ديال correction صححة يعني model verb بلا البث another fancy car he couldn't beverage هنا عطينا couldn't بطبيعة حالي ممكن نقول couldn't أو نقول must مهمة مهما عطاك model verb غدي تشانجي model verb ماشي بشي دير نجي دير model verb couldn't غدي يكون model verb مست ثاني عدنا Amina broke her leg هرست يعني قصحة رجلها she may play with us ممكن نقول may ممكن نقول impossible هي مهرة سواء تلعب معنا ممكن نقول can't impossible ممكن يعني she is not able to play she can't play with us هنا مصو can't هذا هو الموالي الموالي يعطوكم زبدة صراحة فقط شي سهل يعطوك complaining apologizing asking for opinion يعني تسول الرأي disagreeing عدم الاتفاق giving advice نصيحة ويعطوك ربعة نحن هنا خمسة باش تدير الجواب الصحيح هنا much is expression with its appropriate function هنا بطبيعة الحال أول حاجة غاندير غادي يمدى بسهلة مثلا هنا عندي I think you are wrong about this كما نظن باللي انتغالت عفوا انتغالت من نسبة لهاتي دونك هنا عند الإكسپرشن هي I think you are wrong بني تنقول شي واحد طبيعة الحال I think you are wrong يعني disagreeing دونك number one هي B حيث عندنا I think you are wrong كل يشوف I think يحسب له opinion لا قرب شوية عليك هنا معناش opinion ماشي asking I think you are wrong about this disagreeing وكانت تفقش ثانية عنا I deeply regret that I broke your window وكان عتدر بزر حيت هرست لنفيدة ديالك دونك هنا شنو تنذير بطبيعة الحال هنا كان عتدر دونك غتكون عندك B to be كالي تيقول ياك ما كيحطهم نابل عاني وحدا قدام وحدا دك غيت خرب يقرا كيكون كل شي غي باي شانس غير كل شي يكون غير زهارة تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا المويم هنا to be هفون number 3 I'm sorry to say this but there is a problem with the phone you sold me عندي مشكلة تسمح لي سمح لي نقولك حكدا ولكن عندي مشكلة مع التاليف واللي بعتي لي هنا بطبيعة الحال number 3 كندير ما يسمى بالكومبلاينين اوكي كان شكاليك اوكي 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 يعني انا اسف اوكي المشكلة مع التاليف واللي بعتي لي نابل ثوية غتكون هي اي في الاخر عندك you should visit a doctor immediately خسيك تزور طبيب داروري هنا بطبيعة الحال منتين يقول you should visit doctor immediately giving advice كنعطيك نصيحة اوكي كنعطيك هنا نصيحة اوكي اذا قلنا هنا اخير واحدة عندنا you should visit a doctor immediately هنا طبيعة الحال هنا طبيعة حالة داري هنا راكادو هنا كنتشوفو غير الاسبرشيون التي يعطيكم من خلال هذه الاسبرشيون هادو غادي تحاول تلقاء هل يحتياريكم هنا ما تتصررش بدا بسهلة و السهلة شوية و شوية تبشي تصلع في الصعيبة دوبو هنا على الاقل عندي انقطاع اذا لدي انك تقول لونغ لي صعيبة انت حييت هنا انقطاع هنا بالنسبة لفنكشن تقدروا تربحو هنا ستدنقاط ديالكم ولا ربعا تنقاط الاحساب هادو نقدروا نقولوا سهلا ربعا هنا فابور هنا بطبيعة الحال فهمنا دونك الجدول لا دعنا نضيع في الوقت فهم هنا حتى اللي عندو مشكيه يبقى غير يأخذ الفكرة على الاحساب يعني الاسبرشي اللي عندو هنا غادي يعرف بالنسبة لنا نشم من درس عندنا نمبر سيفنا نقاط الاحساب يعني غادي تدير دغيبانس نموداجية لهاد الكلمات ولا الجمل الجمل عفوان اعتنك هنا واحد لاستيياتيون قالوا ليك يضوننا which university choose انت ما عارش اش من جميع غا تختار دونك انت اسول ادفايز اتسول صاحبك اوكي اتقول لي انت كو كنت في بلاسي يعني اسكن في بلاسي كو كنت في بلاسي شنو غا تدير اتخدو تقول لي مثلا if you were at my place ولا if you were me هدي معروفة درجة قرينها في الادفايز if you were me what university should you ولا for example would you choose نقوله من الاحسن so if you were me وكي نديرو كاما what university would you choose ولا if you were at my place ولا in my place هنا غي حاول تكتب من راسك رفاش غيجي المصحي صحيح لانقال غيبونس عندك تقريبا غادة مع الـ context هنا غيطيك النقطة ما غيضيكش بي عندنا حيث كل واحد غيكو عندو جواب هنا دي هالو بي عندنا you are thinking about visiting the museum with your friends كتفكر تزور الميزيوم مع أصدقاء ديالك make suggestions يعني اقتراح تقول لصحابك شنو بلكم شو الميزيوم تقول لهم what about مثلا بحالكة what about visiting the museum guys ولا boys what about visiting the museum guys ولا boys هكدا غنكونوا سالين يعني الـ language إلا جينا نجمع النقاط تلقى هنا نقطة وهنا نقطة مثلا نقاع الأقل ولا نجمع النقاط هنا عندك 6 نقطة هاي عنا 4 هنا نجمع النقاط هاي 5 6 نقطة هاي 7 هنا بنادم يقول لك رحلو انجليس عيبة ويقول لك انت ركيكو تخرب بقرها ماشي كنخرب بقرها يجب النقاط ديالك يجب النقاط ديالك آخر حاجة هاي 1 سؤال هو complete the following paragraph دونك هاي complete the following paragraph ليس نكتر كم نعرف كنا شفنا complete the paragraph أو write the paragraph أو email ما هي ما رح نشفنا ديال الإطار المرجعي أعطينك 1 جملة وقالوا ليك 4 نقطة هنا بطبيعة الحال هناك الكثير من الاجتماعات التي أفعلها عندما أشعر أولا كيف يمكن أن تكون مال؟ أولا نريد أن نفهم الجملة لكي نستطيع أن نكتبه هنا لا يمكن أن نصح بنادي من هذه الأرقاء ونستطيع أن نكتبه يمكن أن نصحه عرائد يمكن أن تفهمه هنا يمكن أن نصحه عرائد أولاً يعني يريد أن يقول لك أولاً و أولاً و أولاً و أولاً مع استخدام Lincolnworth هنا إلاجك هذا الشيء صعب بطبيعة الحال ستعود إلى النص الذي رأينا قبله و أخها هنا ما عندوش علاقة بالنسبة لنا ولكن قدروا ناخده منه أفكار ناخد كلمات ناخد مثلاً expressions ناخد مثلاً linking words ناخد models ناخد verbs يعني هذا اللي ما عارف و أهل وقع هنا السؤال ديالي كما قلنا؟ هنا قالوا لنا there are a lot of activities I do when I feel bored أولاً هنا غادي تأخدوا ورقة و تديروا عرائد مثلاً غا نقول مثلاً أنا نقول I play football أنا نقول for example I watch films نقول for example I just stay home and play in for example chess ولا playing for example cars لبغيتي أتقول for example I don't want to do anything المهم غادي تدير عرائد و مبعد جمع دك شيئك كامل و غادي تديره في بارغراف رقم أناش الوقت باش نكتبه في بارغراف غادي تديره في بارغراف غادي تدير مثلاً هنا firstly وتقدر سبدا مثلاً I like for example to do for example or practice sports for example sometime I play sports with my friends for example outside we can say for example moreover when I have time for example I go to the cinema if you want secondly for example when I don't want to practice anything I just for example turn on my laptop and serve for example on the nets حالكة يعني غادي تدير for example secondly غادي تقول I like to watch my favorite for example movies ولا episodes on TV مثلاً for example it's a great way for example to kill time thirdly أو ثاني و في الخر دير finally دي لك باش تكون ساليتي لونك هادي طريقة بسيطة هنا كيفاش تكتب فقط على شكل عرائد بالنسبة للموالية أعطينكم الدراري هنا respond to the following email هنا أعطينكم email طبية الحال أنشوفوا الإيميل In England we have a lot of unique culture cultural practices how about there in Morocco Do you have some interesting cultural aspects and what makes your culture different from another cultures و أعطينكم دي لك هادي تقول لك يعني في النجليز عندنا واحد تقافات ولا واحد تقافة خاصة ماهو بالنسبة للمغرب لكتب المغرب و واش عندنا شي حاجة اللي هي خاصة يعني بالنسبة لتقافة دي لنا شي حاجة اللي هي يونيك و اعطين و شنور كي يخلي التقافة دي لنا مثلاً مختلفة لتقافة الأخرى هنا سنتجد email بميثة نقول الدراري هنا من البادي تقول لك واشغي يكون عندي مثلاً فريندلي ايميل وش غيكون لا هنا غير فريندلي ايميل غير فريندلي ايميل مثلا غادي تدير هنا for example hello adam حيث كسب نجلي إذا ما تديرش hello عالي هنا hello adam hello for example ليزا لبغيتي أدير كما ديالكم بعد مثلا for example I was really for example happy ولا glad to receive your last email it was for example very nice to know all the different culture aspects you have in England مثلا تقولون in this email I will tell you a little bit about our own unique Moroccan cultures و تمشيل الخراب تدير لهم مثلا هنا in Morocco we have some interesting clothes for example costumes and you will not find anywhere else like for example جلابة تكشيطة تكشير مهم لك اللبسو women like to wear for example قفتان which is for example let's say a piece of clothes that cover the whole body تقولي مثلا for example the equivalent of قفتان for men يعني لنسبة المرادة يعني القفتان بنسبة الرجل شنو هو is known as جلابة كما قلنا في الأول and it falls to for example it's so comfortable when you wear it it's coming out تقولي also for example we have some types of food تدرالالفود معنا بزفل فود مثلا from the famous مثلا لدينا حريرة for example to Friday for example we have couscous our cuisine has for example gained knowledge or the word etc etc في الخرغة تقولي I want you to know that for example I've missed you يعني توحشتك مثلا there there for example or dear sorry يا دير آدم كما قلنا dear Johnson اسمية ديالو اللي اكسبت لي and for example I'll tell you more about our culture when we meet من انطلقا ولا for example when we meet وفالاخر تقول لي thank you to all the best donc هنا اكتبتي email friendly email انتمنى لكم تكونوا فهمتوا اللي بغيت نوصل لكم ان كل شيء سهل الدراري كل ما عليكم هو التركيز فقط وبطبيعة الحال جيبوا النقطة دي لكم جيبوا ان شاء الله انتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والله يصير الجميع وان شاء الله نشوفوا في درس اخر ان شاء الله وانتمنى لكم تقاموا يا فلاشين اللي بغيت